تشتد جبهة كبار مسهلكي النفط في مواجهة تحالف أوبيك بلاس وتتوسع رقعتها بانضمام الصين لمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن واللشوء لاستخدام احتياطي الخام الاستراتيجي في توافق نادر لقيادة أكبر اقتصادين في العالم بكينة التي لم تحدد موعد الصحب أو كمية النفط المعنية بالعملية اكتفت بتأكيد أنها ستتخذ الإشراءات الضرورية للحفاظ على استقرار أسواق النفط بعد صحب كميات من مخزونها الاستراتيجي من النفط الخام وعلى خط الصين والهند وقبلهم بريطانيا كشفت توكيو عن نيتها تنظيم مزاد عالني لبيع نحو أربعة ملايين ومئتي ألف برميل من مخزونها الوطني بنهاية العام الجري بما يعادل يوما أو اثنين من الاستهلاك الداخلي من الخام في الطرف الآخر من الحرب النفطية المستعرة تكشف صحيفة وولستريت جورنل عن مشاورات روسية سعودية قد تنتهي بإلغاء زيادة مرتقبة لتحالف أوبيك بلاس تضمن ضخ كميات بنحو أربعمائة ألف برميل يوميا من الخام اعتبارا من الفاتح ديسمبر المقبل تحركات تؤشر إلى صلابة موقف أكبر منتجه للنفط في العالم في مواجهة حرب المستهلكين مثل ما ترسم ملامح الاجتماع المقبل للكارتل النفطي في الثاني ديسمبر المقبل الذي يتجه على ما يبدو لتشديد سياسته الإنتاجية مدعومة بعودة سياسات الإغلاق العام وشكوك حول ضعف الطلب على الذهب الأسود ترجمة نانسي قنقر